من الجهد البدني من الرياضة طيب تذكرون نحن نتحدث عن التوصيات دائما نوصي في ممارسة النشاط البدني علميا لكن أيضا هناك في بعض الأحيان يسمى التحذيرات أول الأشياء اللي يجب أن نخذ بعيننا الاعتبار بمعنى متى لا نمارس النشاط البدني رقم واحد ممارسة النشاط البدني يجب أن يكون آمن لذلك هذه التحذيرات والتوصيات من المؤسسات الصحية والطبية المتعلقة في ممارسة النشاط البدني عندنا حالات صراحة كثيرة دعونا نبدأ في بعض الأمراض مثل داء السكري تحدثنا داء السكري مهم جدا ممارسة النشاط البدني لكن التوصيلات تقول إذا كان سكر الدم إذا تم تحليله قبل الممارسة أقل من 100 وأكثر من 250 لا يمارس كم دكتور ممكن تعيد الأرجاء؟ إذا أعيدها المصابين بداء السكري إذا قاسوا سكر الدم القراءة إذا كانت؟ طبعا لازم يسوون التحليل العادي اللي في البيت قبل لا يمارس أصلا يجب يشوف كم سكر الدم ضروري طيب إذا أقل من 100 لا يمارس إذا أكثر من 250 لا يمارس يجب أن يتم أقل فهمناها عشان ما يصير عنده هبوط بالسكر ويصير عنده مضاعفات أكثر أكثر أيضا سوف تتلخبط عنده بعض الهرمونات هرمونات أخرى تتعارض حقيقة عندما يمارس النشاط البدني هناك هرمونات أخرى متعلقة بمارسة النشاط البدني معاكسة للهرمونات التي تجعل أصلا جلوكوز الدم سكر الدم مرتفع لذلك يتعارض حقيقة ممارسة النشاط البدني مع الارتفاع الكبير هذا هذا دليل أن سكر الدم عنده يجب أن يتم ضبطه وهذا يجب أن يراجع الطبيب ويشوف كيف الخطة العلاجية لضبط مستوى سكر الدم إذن هذا أهم ما يتعلق بالمصابين بذلك السكري خلينا نشوف الناس اللي طيب عندهم ضغط الدم أيضا هناك ضغط الدم إذا كان أكثر من 200 طبعا هو رقمين في شيء كبير وشيء صغير نسميه 120 على 80 هذا الطبيعي هذا ضغط الدم الانقباضي صحيح ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي الرقمين هذه 120 على 80 إذا والله كان ضغط الدم 200 الانقباضي والانبساطي 115 يجب أن لا يمارس عيدا 200 على 115 يجب أن لا يمارس يفضل أو يجب يجب أن لا يمارس ليس يفضل لا يمارس التوصيات هذه قوية في ضبط الممارسة تحدثتنا عن النشاط البدني دواء هذه مخصصة ترى للأطباء الأطباء يجب أصلا أن يعطي المريض هذه التوصية لا تمارس إذا ضغط الدم عالي بهذا الشكل 200 على 115 خلينا نشوف الآن الناس اللي عندهم هشاشة وتحدثنا عن هذه النقطة قلنا يجب أن لا يمارسون الأنشطة البدنية ذات الارتطام العالي مثل إيش؟ القفص النط، النط الحبل، الحرولة يجب أن لا يمارسونها تماماً أي أنشطة فيها ارتطام قوي في الأرض هذه ممنوعين منها حتى كرة القدم ممكن دكتور حتى كرة القدم كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة هذه خاصة فيها التحامات يجب أن يتجنب منها سباحة، دراجة، مرة ممتازة طيب الناس اللي عندهم الاعتلال المفاصل العظمي مثل التهاب، فرضاً التهاب المفاصل احتكاك الركبة الأنشطة ذات الارتطام العالي يجب أن لا يمارسونها قفص، حرولة، نط الحبل ممنوعين تماماً أيضاً في أجهزة صعود الدرج هذه يجب أن لا يستخدمونها ترى موجودة في الأندية صحيح أجهزة صعود الدرج يجب أن يتجنبونها الوقوف على رجل واحدة يتجنبونها الإطالات في بعض التمرينات المرونة تستخدم إطالات الإطالات الزائدة غير جيدة للناس اللي عندهم التهابات في المفاصل هذه نقطة مرة مهمة فيما يتعلق بالنشاط البدني نعم مهم لكن هذه يجب أن يتجنبونها دعونا الآن ننتقل إلى البرد وش أكثر شيء يجينا في البرد؟ يمكن أن نزلت البرد ولا الإنفلونزا طيب، هل نمارس النشاط البدني؟ أو لا نمارس؟ ما هي القاعدة؟ أذكر قاعدة مهمة جداً القاعدة هي تتعلق بالرقبة إسمها قاعدة الرقبة نكرول في شيء فوق الرقبة وفي شيء تحت الرقبة إذا كل الأعراض فوق الرقبة ما عندك شكالية تمارس النشاط البدني يعني نزلة البدن إذا فيه ارتشاح أو سيلان في الأنف احتقال خفيف في الحالق ما عندك شكالية تمارس النشاط البدني لكن إذا كانت المشكلة تحت الرقبة يعني فرضاً التهاب في الصدر على سبيل المثال يجب أن تتوقف عن ممارسة النشاط البدني إذا نعيدها قاعدة الرقبة مهمة الأعراض إذا كانت فوق الرقبة ما عندك شكالية ممكن تمارس النشاط البدني الأعراض تحت الرقبة في الصدر تتوقف عن ممارسة النشاط البدني طيب دكتور عفواً على طاري الفلونزة أحياناً يتبعها حرارة الفلونزة لا يمارس طيب الرشح البصير خاصة مع الحرارة يعني الحرارة موجودة تلغي النشاط هذه النقطة التي أبا أقولها إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة الحمى لا تمارس النشاط البدني تماماً حتى لو كانت بسيطة الفلونزة تختلف عن نزلة البرد خاصة إذا نزلت على الصدر تتوقف في حرارة دائماً قاعدة جهاز المناعة يعمل بشكل كبير إذا ارتفعت درجة الحرارة إذا مرست النشاط البدني تضيف عبء كبير على جهاز المناعة لذلك لا ينصح لا ينصح في موارسة النشاط البدني الراحة هي الأفضل دع جهاز المناعة يعمل براحته حتى يقاوم ما في الداخل حياناً يقول لك والله إذا صرت معرض للنفلونزة يقول لك والله ترى النفلونزة يبيلها حركة لا تستسلم لها هذه من المفاهيم الخاطئة هذه من المفاهيم الخاطئة طبعاً طيب ماذا عن الغبار؟ إذا كان الجو غبار هل نمارس النشاط البدني؟ أبداً طيب ينفع أن نلبس كمامة؟ أبداً النشاط البدني يجب أن يكون آمن لجسم الإنسان الأكسجين تراه هو الموجود في الهواء هذا اللي نحتاجه إذا كان ذرات الغبار منتشرة ما الذي يدخل داخل جسم الإنسان؟ الغبار هذا غير جيد غبار في الخارج يجب أن نتوقف عن ممارسة النشاط البدني في الخارج لكن أين نمارس النشاط البدني؟ في داخل البيت لا أحد يمنعك أنك تمارس النشاط البدني داخل البيت إذن نتوقف عن الممارسة في الخارج طيب خلونا نروح للنشاط البدني المتعلق في المرأة يمكن في قضيتين متعلقة في المرأة المرأة الحامل والمرأة عندما تأتيها الدورة الشعرية خلينا نشوف ما هي التوصيات التي تحدث عن مارسة النشاط البدني طبعا إرشادات وتحذيرات حول المرأة الحامل كثيرة الصراحة يعني أنا أبقى ألخصها لكم فرضا إن لا تتجاوز ضربات القلب عند المرأة الحامل إذا تبقى تمارس النشاط البدني 140 ضربة في الدقيقة إذن ضربات القلب لا تتجاوز 140 ضربة في الدقيقة كيف تحسبها في ساعات الآن الذكية الذكية هذه تستخل حقيقة تقيص ضربات القلب أثناء الجهد البدني أيضا إذا في البعض ممكن يمارس نشاط بدني عالي الشدة إذا في عالي الشدة يجب أن لا يتجاوز 15 دقيقة فقط 15 دقيقة لمارسة النشاط البدني عالي الشدة لم يكنت مصابب سكر الحامل من؟ سكر الحامل هو نفس الإرشادات التي تحدثنا عنها عن أداء السكري نعم إذا تجاوز يعني 250 وإذا أقل من المئة لا تمارس تماما أيضا تبتعد عن كل الأنشطة البدنية التي تسبب اهتزازات في الجسم أي اهتزاز في الجسم غير جيد ترى الرقص على سبيل المثال ترى نوع من أنواع الأنشطة البدنية معلش دكتور وقاطكينة أنت تتكلم ترى ممكن عن الرياضة ما بعد الأربعة شهور في أول شهرين الرياضة ممكن تسبب سقاط للمرأة صح أو لا؟ في أنا عندي بعض التوصيات تتحدث عن بعض الأنشطة البدنية التي تكون يعني من وضع الاستلقاء خاصة بعد الشهر الرابع هذا اللي يجب أن لا تماسه لأن دائما غالبا الأطباء ينصحون النساء بعدم الحركة أي يكون في أول شهرين بالعكس ممتاز بالعكس ممارسة النشاط البدني مهم للمرأة الحامل مفيد لها ولجنينها لكن هذه بعض التحذيرات التي لا تمنع عن ممارسة النشاط البدني إذن يمكن بعض التملينات البدنية التي تكون في وضع الاستلقاء بعد الشهر الرابع تتجنبها المرأة الحامل إذا كان حر أيضا نشاط البدني غير جيد لها إذن الأجواء مهمة جدا حرارة رطوبة لا تمارس النشاط البدني آخر شيء طيب جاء المولود عندنا حالتين الآن ولادة طبيعية ولادة قيصرية متى بعد الولادة تبدأ؟ الولادة الطبيعية بعد أربع إلى ست أسابيع من الولادة تستطيع أن تمارس النشاط البدني بعد الولادة الطبيعية انتظر من أربع إلى ست أسابيع حتى تبدأ من جديد ممارسة النشاط البدني ترى ناس كثيرين من الأسئلة التي تأتيني تقول أنا والله الأسبوع هذا ولدت متى أبدأ يا دكتور؟ رحت تعبت يوم أني بدأت ممارسة النشاط البدني توصيات صريحة انتظري أربع أسابيع إلى ست أسابيع ثم أبدأ في برنامجك للنشاط البدني أي برنامج دكتور؟ أي برنامج ما تكون على تماري موعدة؟ ما عندها أشكالية خلاص ما عندها أشكالية طيب إذا كانت قيصرية تمتد الفترة أطول تصير إلى عشر أسابيع إذن من أربع إلى ست أسابيع ولادة طبيعية عشر أسابيع تنتظر بعد الولادة القيصرية وتمارس النشاط البدني هل في محاذير دكتور للقيصرية؟ ما في المحال خلاص الآن الآن خلاص عشر أسابيع كفاية حتى يعني يعاد تهيل الجسم بالكامل يكون مستعد لممارسة النشاط البدني طبعا أنا توقفت عشر أسابيع هذا معناته يجب أن أبدأ بالتدريج لا أبدأ بشكل عنيف وقوي ماذا عننا الآن خلاصنا من المرأة الحامل الآن الدورة الشهرية التي تأتي للفتاة شهريا ما هي التوصيات؟ دائما نقول طيب أهل تمارس أو لا تمارس دائما يعتمد على الفتاة حقيقة إذا كانت الدورة الشهرية خاصة في أول يوم ثاني يوم إذا كانت عنيفة شديدة يعني فيها خروج الدم بكمية كبيرة يجب أن لا تمارس النشاط البدني أو الحركة البسيطة ما عندنا أشكالية في الحركة البسيطة لكن الأنشطة البدنية عالية الشدة ولفترات طويلة غير جيدة خاصة في اليوم الأول واليوم الثاني من الدورة الشهرية عند الفتاة أيضا إذا دائما نحن نقول استمع إلى جسدك ماذا يقول جسدك؟ إذا أنت تعبانة وأنت تعبانة نريح النشاط البدني يحتاج إلى طاقة إذا وجدت الطاقة موجودة عندي أنا أمارس النشاط البدني هذا واحد ثانيا إذا مارست الفتاة اللي يعني في منتصف الدورة الشهرية تقريبا يعني نحن عندنا سبع أيام أو خمس أيام في المنتصف إذا مارست وحست أنها تعبت تتوقف ودائما إذا شعرت بأي ألم عند ممارسة النشاط البدني فأي حالة من الحالات توقف عن ممارسة النشاط البدني وعاود الممارسة في يوم ثاني يعني لن تموت ترى إذا ما مرس النشاط البدني في ذاك اليوم ملحوق ملحوق طيب هذه معظمها الآن تتعلق في المرة خلينا نروح للناس اللي عندهم سمنة وتحدثنا فيها كثيرا قلنا دائما حقيقة نشعر بالحزن عندما نرى المصابين بالسمنة ويهرولون في ممشا أو على سير متحرك في نادي ويهرول ويشوف يعني قديش التعب قديش المعاناة اللي يعانوها هذولي أشخاص حقيقة يجب أن يعرفون أن ممارسة النشاط البدني قد يكون قاتل للمفاصل الهرولة القافس نط الحبل هذه بديهية المشكلة نحن نقول أنها بديهية لكن ترى المشاهدات اللي نشاهدها الآن نشوف واحد موتنا 130 يلعب نط حبل مشكلة هذه نحن نراهم حقيقة نراهم في الأندية حتى المدربين ممكن يعطوهم بعض البرامج الخاطئة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات لديهم إذن طيب ما هي التحذيرات المتعلقة بالنشاط البدني فيما يخص الناس اللي عندهم سمنة الأنشطة ذات الارتطام القوي هذا يجب أن يتجنبوا أي شيء فيه ارتطام قوي سير متحرك هرولة نط الحبل القفز في المكان يتجنبوا تماما ما هو البديل؟ تحدثنا عن البديل السباحة والدراجة الثابتة رائعة جدا طيب هذه للطرف السفلي الدراجة لا أصلا النشاط البدني في هذه الحالة ليس لخفض الوزن كنا خفض الوزن يعتمد بشكل كبير جدا على الحمية الحمية الغذائية يجب أن نقلل من كمية السعرات الحرارية التي تدخل جسم الإنسان طيب لماذا نمارس؟ نمارس لكي نبقي على كمية العضلات الموجودة عندنا في الجسم لأن لو ما مرسنا النشاط البدني ما الذي يحدث؟ سوف نفقد العضل يعني العضلات سوف بالتدريج سوف تنتهي إذن معظم الخفض الذي يحصل في جسم الإنسان هو من العضلات خمسي في المئة من العضلات ليس من الشحوم إذن النشاط البدني يبقي الكتلة العضلية الرائعة هذه طيب دكتور هل في حالات صحية وعندها تاريخ طبي يمنع منعبات الجهد البدني والنشاط البدني لها؟ سؤالك عميق يا نوها ممكن تحددين طيب ما هي الحالات؟ يعني مثلا لو افترضنا مثلا خلينا نتكلم مثلا عن مرضى الغسيل الدموي الحالات الخاصة هذه هل لهم يعني إمكانيا أنهم ممكن يعملوا نشاط بدني؟ يكون عندها تاريخ طبي تكلمين عن الحالات المتقدمة؟ بالضبط مثلا مرضى القلب؟ مرضى القلب على حسب ما ندري يعني يجب أن نعرف ما هي الحالة الذي يقرر حقيقة هل ممارسة النشاط البدني الآن مناسب لهذا الشخص؟ الحالة الطبية والطبيب الذي يحدد يعني حتى الناس اللي عندهم مشاكل في القلب مشاكل كثيرة أين في القلب؟ أين في القلب؟ وأي درجة من الأمراض التي متعلقة في القلب لكن هل النشاط البدني مهم له؟ نعم في نشاط بدني وصفة خاصة للمصابين بأمراض القلب وصفة خاصة ولكنها بعد التشخيص بعد التشخيص لماذا نحن نقول وصفة؟ لأن الذي يصف النشاط البدني ترى الطبيب ترى ليس المدرب وليس الكابتن وهذه مشكلة ثانية دكتور وليس في الواتس الطبيب ترى هو الذي يحدد وصفة النشاط البدني الناس يعتقدون أن النشاط البدني أي واحد أصلا معه الدنوية أول ما تدخل النادي في غرفة كده غرفة كده على الإسار تلقى المدرب تقول لي أشي صلح وش ما أصلح وعادي نعطيك الرشدة على الطبيب وهذه إشكالية كبيرة كان في الماضي هناك نقص كبير حقيقة في المعلومة لدى معظم الأطباء فيما يتعلق بوصفة النشاط البدني طيب كيف حاولوا في العالم يحلون هذه المشكلة؟ صمموا برنامج خاص للأطباء سموا النشاط البدني دواء وهذا بدأ من 2007 البرنامج هذا بدأه في أمريكا النشاط البدني دواء مؤسسة وضعت لمساعدة الأطباء على أخذ دورات مكثفة في ليس الوصفة العلاجية الدوائية لا في وصفة النشاط البدني للناس المصابين بداء السكري بضغط الدم أكثر من 77 مرض له وصفة لكل مرض وصفة خاصة يصفها الطبيب جميل بناء على الحالة خلينا نلخص يا دكتور هذه التحذيرات مفادها في نهاية هذه الفقرة أنه الواحد يفترض مباشرة إذا شعر مثلا عنده زيادة في الوزن أو يريد أن يسوي جهد بدني يروح للطبيب مباشرة إذا كان عنده اعتلالات بين قوسين صح أو لا؟ إذا كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة هناك أيضا إرشادات ومحاذير حول النشاط البدني من يعطيها هو الطبيب إذن يجب أن يراجع الطبيب إذا راجع الطبيب ولا تحدث الطبيب عليه أن يسأله يقول طيب ماذا عن النشاط البدني ممكن تعطيني بعض الإرشادات حول النشاط البدني خذها من طبيبك الطبيب هو المتمكن في إعطاءك أفضل شيء لحالتك لا تأخذه من أي مكان آخر جميل دكتور أنت قلت كلمة مهمة لما قلت استمع لجسدك يعني فعلا لا تكابر عليه هل في مؤشرات ممكن تطلع تخليني فعلا الآن أنا أوقف حتى لو ما كان عندي ذاك الوعي التام بالرياضة المفروض أنا أمارسها سواء كنت كمريض سكر أو مريض ضغط أو أين كانت الحالة الصحية اللي عندي تطلع عندي مؤشرات أثناء المشي مثلا أو الرياضة ما أكابر عليها أوقف الآن الألم أي ألم الألم الألم أفضل علامة في جسم الإنسان ينبهنا أن هناك خلل تدري شو المشكلة دكتور يقول لك المدرب هذا شد ما عليش تحمل حيروح مع الأيام أو تمارس سمارينك وحيرجع فهذه المخيف الكلمة غير صحيح الألم مختلف عن الشعور بعدم الراحة نعم في ممارسة النشاط البدني لا ما تشعر براحة مئة في المئة لكن بدون ألم إذا كان موجود ألم هناك شيء يعني في خطأ في خطأ إذا أنا أمشي فرضا وفي ألم في ركبتي ألم يعني وأعرج دليل على أن الألم قوي وغير من مشيتي الآن حتى المشية ما أصبحت المشية المثالية وأقول لا أنا سوف أستفيد أكثر لا أنت سوف تؤدي نفسك أكثر ولا تستفيد إذن الألم العلامة الجيدة التي يجب أن نستمع لها جيدا حتى نقرر نتوقف أو نستمر أمتاز الله أعطيك العافية كفيت ووفيت أستاذ دكتور محمد الأحمد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني اليوم تحدثنا عن موضوع مهم جدا هو المحاذير فيما يخص مارسة الجهد البدني لكثير من الناس عندهم مشاكل صحية قد تؤثر